المملكة العربية السعودية بتستضيف عملكة الكرة الاسبانية كأس السوبر الاسماني بمشاركة اربع فرق مباراة في غاية الروعة ريال مدريد اتلتكو مدريد عملكاء الكرة الاسبانية خمسة تلاتة لصالح ريال مدريد مباراة مثيرة جدا اوفد بكل الوعود وكل العهود اللي كانت الجماهير فيه العالم كله منتظرها استطاع ريال مدريد اتقاهل للمباراة النهائية من كأس السوبر الاسباني المقام في المملكة العربية السعودية في انتظار الفائز من مباراة برشلونة وقوساسونة افتتح التسجيل لاتلتكو مدريد ماريو هيرموسو لكن النجم الالماني انتوني روديجر استطاع ان هو يتعادل لريال مدريد بعد كده استطاع اللاعب فرلام مندي التقدم لريال مدريد مرة اخرى لكن في الديع 37 استطاع انتوني جريزمان ان هو يتعادل لاتلتكو مدريد في الديع 78 روديجر سجل المراضي لكن هدف فيه مرمال لصالح اتلتكو مدريد وكلنا بنتقهب ليه نهاية المباراة لكن عارفين الكرة الاوروبية غير استطاع ريال مدريد ان هو يتعادل في الدقيقة 85 عن طريق قذيفة من النجم كارفخال المباراة راحت ليه شوطين اضافيين استطاع ريال مدريد ان هو يسجل فيهم هدفين عن طريق خسلو وعن طريق اللاعب المميز إبراهيم ديازي اللي عمل مباراة كبيرة قوي النهاردة طبعا زي ما قلتلكو المباراة النهائية باذن الله يوم الاحد القادم برشلونة وقساسونة بكرة في الدور قبل النهائي والنهائي باذن الله يوم الاحد مباراة هينتظرها العالم كله في المملكة العربية السعودية اللي بتعمل جهود كبيرة جدا في استضافة جميع المحافل الرياضية في الوقت الحالي توج برشلونة طبعا ببطولة السوبر الأسباني في النسخة الماضية في عام 2023 بعد ما فاز على ريال مدريد 3-1 في المباراة النهائية الخبير كارلا أنشلوتي المدير الفني الإيطالي ليريا مدريد استطاع ان هو يكسب المدير الفني المحنك ديجو سيميوني المدير الفني الأرجنتيني التاريخي لإتلتكو مدريد ديجو سيميوني مش من محبي كرة القدم الجميلة دايما أداء إتلتكو مدريد أداء عملي أكتر منه أداء فني داخل الأرض الملعب ما بتحسش أن إتلتكو مدريد فريق ممتع هو بنفسه بيعترف أنه هو بيلعب الأجلي فوتبول لكن ريال مدريد مع كارلا أنشلوتي اللي مدت تعاقده مع ريال مدريد لفترة قادمة ولن يتولى قياد التدريب المنتخب البرازيلي كما كان مرشح بيقدم كالعادة الجديد كارلا أنشلوتي من أنصار أنه يدي الحرية أكتر للعيبة داخل أرض الملعب أن هما يقدموا الأداء الفردي بتاعهم والتيكتو بتاعه بيعتمد أكتر على بعض النواحي التنظيمية داخل أرض الملعب هنا عكس تماما مثلا بيب جورديولا المدير الفني الأسباني الكبير لمنشستر سيتي اللي كل حاجة داخل أرض الملعب لازم يكون ويكون أيلها ليلعبيه قبل المباراة ومتفق عليها ومخططها لكن كارلا أنشلوتي محدش يقدر ينكر أنه هو اسم كبير في تاريخ التدريب في كرة القدم ودايما بيعمل انتصارات مع الفرق اللي بيقودها ودايما بيحقق البطولات وقاد طبعا بالتأكيد ريال مادريد لي العديد من البطولات وقابله بالتأكيد إيسي ميلا في فترته الزهبية في الكالشو الإيطالي الاتحاد البرازيلي القارة القدم بيعلن عن تعيين المدير الفني البرازيلي الصابت لي نادي ساو باولو دوريفال جونيور كمدير فني لسليساو البرازيلي في الفترة القادمة طبعا الاتحاد البرازيلي كان استنى فترات طويلة جدا 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 المدير الفني الإيطالي كارلا أنشلوتي المدير الفني الحالي طبعا لريال مادريد اللي كان من المفترض أن تعاقده هينتهي مع ريال مادريد وما كانش فيه كده ثقة أن كارلا أنشلوتي هيمدت التعاقد مع ريال مادريد في ظل رغبة محبيه ومتبعي ريال مادريد في التعاقد مع مدير فني شاب لكن إدارة فلورنتينو بريس زي ما قلت لحضراتكم قررت تمديد التعاقد مع كارلا أنشلوتي وبالتالي لجأ الاتحاد البرازيلي لكرة القدم لخياره الثاني بالتعاقد مع المدير الفني جونيور اللي كان مد التعاقده مع فريق ساو باولو لكن من ساعات قليلة أعلن عن رحيله بناء على رغبته كان جونيور محطوط في المرتبة الثانية بعد كارلا أنشلوتي لقيادة المنتخب البرازيلي في الفترة القادمة المنتخب البرازيلي طبعا صاحب الشعبية التاريخية في كرة القدم كان فيه تقبل شديد من الجماهير البرازيلي ومن المسؤولين ومن لعيبة المنتخب البرازيلي إن كارلا أنشلوتي يقود المنتخب في الفترة القادمة لكن بالتأكيد ريال مدريد لا يرفض كانت شبكة جلوبو البرازيلي قد كشفت عن إقالة الاتحاد البرازيلي لكرة القدم لفرناندو دينيز مدرب البرازيل وفريق فلومينينزي في نفس الوقت ودي طبعا ظاهرة لا يمكن كانت تستمر فيه منتخب صاحب شعبية تاريخية زي المنتخب البرازيلي لجاءة الإقالة بسبب رغبة دينيز في عدم ترك تدريب فلومينينزي على الرغم من إعجابه بتدريب منتخب البرازيل دوريفال جونيور يبلغ من العمر واحد وستين عام ويقود ساو باولو منذ شهر أبريل من عام الفين تلاتة وعشرين وقاد دوريفال ساو باولو فيه أربعة وخمسين مباراة حقق خلالها الفوز فيه أربعة وعشرين مباراة وتعادل فيه أربعتاشر مباراة برازيل أيضا برفقته كمقادة انترنسونالي للتتويج بالكوبا سود أمريكانا مدير فني صاحب خبرات كبيرة جدا فيه كرة القدم داخل الكارة الأمريكية الجنوبية هل هينعكس ده على أداء المنتخب البرازيلي المتراجع من فترة طويلة ده اللي هنشوفه في الفترة القادمة بإذن الله في غياب نجمه الزهبي محمد صلاح ليفربول بحقق فوز مهم على نادي فولهم فيه كأس رابطة الاندية الانجليزية مباراة الزهاب بطولة كأس كاراباو رابطة الاندية الانجليزية ليفربول تأخر فيه النتيجة في البداية استطاع نادي فولهم ان هو يسجل هدف عن طريق النجم المخادرة البرازيلي وليام في الديها تسعتاشر لكن كورتس جونس وكودي جاكبو سجلوا هدفين ليفربول فيه الدقائق تمانية وستين وواحد وسبعين يحقق ريدز فوز غالي جدا في البطولة المحلية زي ما احنا عايفين طبعا محمد صلاح بيغيب عن المشاركة مع ليفربول في هذه الفترة بسبب مشاركته مع منتخب مصر الوطني في كأس الامم الافريقية كوديفور الفين اربعة وعشرين اللي بيسعى فيها منتخب مصر للعودر التتويج من جديد بعد غياب اربعتاشر عام عن البطولة الافريقية الاميرة الافريقية المحببة للمنتخب المصري ليفربول كان كان انتصر في الجولة الماضية على وست هام يونيتد زي ما احنا فاكرين علشان يتأهل الفريق للدور نصف النهائي يوم الاربع باذن الله الموافق اربعة وعشرين يناير الجاري هتبقى مباراة الاياب التي ستقام على ملعب كرافين كوتاج مباراة الاياب ما بين ليفربول وفولهم المتقاهل هيوصل لنهائي البطولة باذن الله بالتوفيق لليفربول اللي زي ما احنا عارفين عنده تقريبا تمام مباريات في حالة تأهل المنتخب الوطني المصري باذن الله يا رب للمباراة النهائية وفوزوا ببطولة كأس الامم الافريقية هيلعبها ليفربول بدون النجم المصري الزهبي مو صلاح يورجن كلوب يقول يا رب المنتخب المصري يخرج من الدور الاولاني واحنا كلنا بنقول يا رب الليفربول يلعب اطول فترة ممكنة بدون النجم الزهبي الكبير طبعا محمد صلاح لان معنى غياب محمد صلاح على الليفربول معناه انه مستمر مع المنتخب المصري وباذن الله يقدر محمد صلاح يحقق حلمه اللي بيحلم به الحاجة الوحيدة اللي اعتقد ان محمد صلاح لسه لم يحققها هي الفوز ببطولة مع منتخبنا الوطني باذن الله يقدر المنتخب الوطني يرجع بيه كأس الامم الافريقية ويكمل محمد صلاح بقى مشواره مع ليفربول علشان عم يورجن كلوب ميز علشي نوع او مرة تشوفني مش حالصيك اشترك في القناة فعل الجرس اعمل لايك الفيديو بنتابع كل اخبار كولة رحزة بلحزة كرة محلية كرة عربية كرة علمية كثفة دعاء لاهلنا في فلسطين اشوفك على خير شكرا لكم السلام عليكم